حجاج بيت الله الحرام يتواجهون إلى مشعري منا لبدء مناسك الحج بقضاء يوم التروية ارتفاع عدهد الشهداء من الأطفال في غزة بسبب مجاعة إلى أربعين طفلاً وآليات الاحتلال تجدد توغولها وسط مدينة رفح الفلسطينية تصاعد حدة المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ومخاوف دولية من تدعيات فتح جبهة جديدة لتصاهد بالمنطقة السالسة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرانيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم من كل فج عميق حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسك الحج من مشعري منا بقضاء يوم التروية إنه الثامن من شهر ذي الحجة حيث يبيت حقاج بيت الله الحرام في منا ويكثرون من الدعاء حتى بزوغ شمس يوم عرفة كل عام وحضراتكم بخير يوصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء مناسك فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس إلى المدينة المنورة حيث أدى الصلاة في المسجد النبوي الشريف وقام بزيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه إلى مدينة مكة المكرمة لبدء مناسك الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اشتركوا في القناة 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 العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واحتلال معبر رفح واغلاقه وتدمير مقر وزارة الأوقاف الرئيس في غزة حالة دون اتمام اي اجراء يتعلق بموسم الحج هذا العام اعلنت مصادر طبية وفاة طفل بسبب المجاعة والجفاف ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة الى اربعين ضحية وقالت المصادر الطبية ان الطفل توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الامدادات الطبية في مستشفى شهداء الاقصى بمدينة دير البلح في وسط قطاع غزة وفي شمال قطاع غزة قال مدير مستشفى كما العدوان انه تم تسجيل اعراض سوء التغذية لدى اكثر من مئتي طفل في قطاع غزة مشيرا الى ان شبح المجاعة يلوح في الافق حيث لا تتوفر مواد غزائية غير الطحين جددت الاليات العسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي توغلها في وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة وفي السياق ذاته سمع عدوي اشتباكات وتجدد لقصف المدفعي في حي الشبورة والبرازيل وسط وشرقي مدينة رفح الفلسطينية كانت طائرات جيش الاحتلال قد شنت غارات جوية عنيفة على منطقة غربي مدينة رفح الفلسطينية فيما قصفت المدفعية الاسرائية بشكل مركز مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن حصوله على 33 شهادة جديدة حول تعذيب الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية أوضح المرصد أن الشهادات الجديدة أكدت استمرار تعذيب واستخدام طرق جديدة منها الحقن بمواد غير معروفة مؤكدا أن استمرار تعذيب في المعتقلات الاسرائيلية هو نتاج ترك سلطات الاحتلال دون رقيب من الهيئة الدولية المعنية بهذه الأمور دعيا المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توفيق أو توقيف بحق القيادات العسكرية التي تقف خلف جرائم التعذيب بوصفها جرائم حرب أفدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الولايات المتحدة قليقة من استغلال إسرائيل لمعلومات استغباراتية أمريكية لإشان عمليات في قطاع رز وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن منعت إسرائيل من استخدام معلوماتها الاستغباراتية لاستهداف مقاتل حماس لكنها تسمح باستخدام المعلومات لتحديد أماكن المحتجزين مشيرة إلى أن قوة من قوات النخبة الأمريكية تعمل في إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة كشفت شبكة سي أن آن الأخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساح القطع غزة ونقله إلى إسرائيل وسط مخاوف من احتمال تضروره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج يأتي ذلك بعد أيام من استئناف عمل الرصيف العائم في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية قبل توقف عمليات برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام حيث باتت الشحنات مكدسة في منطقة قبالة الساحل وصفت الولايات المتحدة الأمريكية قرر وزير المالية الإسرائيلي بانقطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تم تحصيلها لصلاح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات المحتجزين بالخطأ وأشارت واشنطن إلى أنها أوضحت لتل أبيب أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطيني مؤكدة ضرورة تحويلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور رغم اهتراء صورتها عالميا والإثباتات الموثقة على ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة لا تتوانى إسرائيل عن فعل كل ما من شأنه الإضرار بالفلسطينيين رغم ما يعيفونه من حالة قهر وانتهاك لحقوقهم سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة فمع اتجاه العديد من دول العالم نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتأييد الجمعية العامة للأمم التحدة لحصول فلسطين على الوضوية الأممية الكاملة تحاول إسرائيل عبر حكومتها اليمينية المتطرفة فرض إجراءات تقوض مؤسسات الدولة الفلسطينية إذ علق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش تحويل جميع أموال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل شهر مايو الماضي بعد خطوة أولى سعت لإيصال هذه الأموال عبر وسيط دولي وفي مسعى منها لتعميق الأزمة قررت إسرائيل اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تم تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وقررت تحويلها إلى عائلات من تسميهم بضحايا الإرهاب وهي خطط لاقت تنديداً أمريكياً إذ أكدت الخارجية الأمريكية أن تصرفات سموتريتش ليست مناسبة لافتة إلى أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطيني وأنه يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور ودون أي تأخير وفي وقت تشكل فيه عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين مصدراً رئيسياً للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية عميقة غكر موقع أكسيوس الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية موقع أكسيوس أشار أيضاً نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إلى أن حالة الغضب الأمريكي من التصرفات الإسرائيلية إزاء هذه المسألة لا ترجع فقط لكونها تزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ولكن أيضاً لأنها تمثل انتهاكاً لاتفاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة وكانت طرفاً فيه فضلاً عما يمثله ذلك من تهديد كبير للوضع الأمني في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في غزة وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان تمنى مجلس المستشارين الياباني قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يعارض تنفيذ عمليات عسكرية شاملة في مدينة رفح الفلسطينية جنبي غزة وذكرت تهيئة الإذاعة اليابانية أن هذا القرار حظي بموافقة غالبية المشرعين في الغرفة العليا بالبرلمان الياباني مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تبني مجلس النواب الياباني قراراً ممثلاً وحسن مجلس الياباني الحكومة اليابانية على موصلة جهودية ديبلوماسية لخفض تصعيد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في أقرب وقت ممكن كشف زعيم حزب العمل الإسرائيلي إير جولان أنه كان من الممكن الوصول لصفقة وإنهاء الحرب في غزة منذ أربعة أشهر محمل نتنياه مسؤولية الفشل في التوصل لتلك الصفقة وتفضيل مصلحته الشخصية كما أوضح جولان أنه ليس لدى إسرائيل خطط اليوم الثاني للحرب في غزة وذلك في ظل عدم موجود أهداف واقعية للعضوان الإسرائيلي على القطاع مشيراً إلى أنه من المستحيل تحرير المحتجزين وتدمير حماس في الوقت ذاته ذكر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن معسكر الدولة بقيادة الوزير المنصحب من حكومة الحرب الإسرائيلية باني جانس سيحصل على 24 مقعداً بالكنست في حال إجراء الانتخابات أضفت صحيفة معاريف أن استطلاع الرأي أظهر أن المعسكر المعارض لنيتنياهو سيحصل على 58 مقعد مقابل 52 للمعسكر المؤيد له وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أن جانس هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بنسبة 41% يليه نتنياهو بنسبة 35% موضحة أن 74% من المجتمع الإسرائيلي يعتقدون أن إسرائيل فاشلت في المعركة الإعلامية بعد 7 أكتوبر إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول تواصل مصر تكسيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين بمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وصل إجراءاته التعسفية في التي تحول دون إدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات خاصة الوقود مزيد من التفاصيل اطلع عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بكم وبكل سدى المشاهدين لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المتواصلة لتكثيف إنفاذ المساعدات الإنسانية عبر منفذ كرم أبو سالم لعلكم ترون من خلف في هذه الصورة كم الشحنات المصطفى في مدينة العريش آلاف الشحنات التي تستعد للذهاب يوميا إلى معبر رفح البري للدخول لقطاع غزة لكن لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية اليوم مصر جهزت ما يقرب من 96 شاحنة اتجهوا لمنفذ كرم أبو سالم تم قبول 19 شاحنة فقط وعودت باقي الشاحنات ومن هذه الشاحنات بعض الشاحنات التي كان بها أدوية لكن لم يتقبل الجانب الإسرائيلي الشاحنات التي تم تجهيزها اليوم لأسباب يعني تعود للإجراءات التعسفية المتواصلة أو ربما لتكدس الشاحنات في منفذ كرم أبو سالم وهذه نقطة أيضا تدل على أنه لا يتم دخول أكبر عدد من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي تكدس هذه الشاحنات أمام منفذ كرم أبو سالم وعدم دخولها للأشقاء الفلسطينيين أيضا اليوم لم يتم دخول أي من شاحنات الوقود والأمس لم يدخل سوى أربع شاحنات فقط للغاز وعادت ما يقرب من ثماني شاحنات للسولار نتحدث عن هذه الكمية القليلة التي تصل إلى قطاع غزة ونحن نتحدث عن أنه غدا أيضا السبت سيكون يوم إجازة بالنسبة لمنفذ كرم أبو سالم فبالتالي غدا أيضا لن يتم دخول هذه المساعدات فيما يتعلق بالوضع الميداني صباح هذا اليوم كانت هناك بعض أعمدة الدخان في المناطق الشرقية من معبر رفح الجانب الفلسطيني وسماع دوية الانفجارات هناك لكن لازال الجانب المصري يكثف من جهوده لإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وأيضا الوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المجتمع الدولي لوضع حد للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب البلاد وشدد ميقاتي على أن ما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان هو عدوان تدميري وإرهابي ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدا لتماديه وإجرامها كانت توكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة إصبع الجليل كما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق 20 صاروخا على الأقل على الجليل الأعلى بشمونة من جانبه أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بأسلحة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة كما أعلن الحزب قذف موقع الرمثة في إطلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة وإصابته مباشرة بالأسلحة الصاروخية في المقابل شنت إسرائيل غارات مكسفة على جنوب لبنان وأوقعت عددا من القتل والمصابين ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها حزب الله اللبناني وردا على تحذيرات من التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت الانضمام إلى مبادرة روج لها أو روج لها الرئيس الفرنسي منوال ماكرون والتي تشكل فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل بموجبها مجموعة اتصال للعمل على نزع فتيل التوتر على حدود إسرائيل مع لبنان تصعيد مستمر وتطورات لا تنتهي وأحداث تنذر بمزيد من المواجهات وعدم الاستقرار في المنطقة هذا هو الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي هذا الإطار جاءت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان موقعة عددا من القتل والمصابين وذلك ردا على قيام حزب الله بشن هجمات متزامنة على مواقع عسكرية في إسرائيل التي توعدت من جانبها بالرد بقوة على جميع اتداءات حزب الله حزب الله اللبناني أعلن أنه استهدف بصواريخ الكاتيوشا والفلق ستة ثقنات ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة يتبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي وهو ما يهدد بمزيد من التوترات وفتح جبهات جديدة في المنطقة وفي محاولة لمنع سيناريو الجبهة الجديدة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل اتفقت على العمل معا لتعزيز وهود المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق قدمتها باريس في وقت سابق من هذا العام لنزع فتيل التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وعملت باريس وواشنطن في الأشهر الماضية على محاولة التهديئة حيث قدمت فرنسا مقترحات مكتوبة إلى الجانبين استهدفت وقف تبادل إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل هو إذن وضع متوتر يهدد بمزيد من التصعيد والاضطراب في منطقة تعاني بالفعل من توترات والاضطرابات غير مسبوقة قد لا يحمد عقباها أعلنت القيادة الأمريكية المشتركة سانت كام استهداف نظام استشعار للدفاع الجوي تابع لقوات الحوثي وذكرت سانت كام أنه تم تدمير قارب مسير وزورقين في البحر الأحمر إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرا طلقت في مناطق قوات الحوثي باتجاه البحر الأحمر مشيرة إلى تعرض ناقلة بضائع مملوكة الأوكرانيا للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة الماضية تصعيد بالغ التعقيد على طرق الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر هجمات قوات الحوثي لم تتوقف على خلفية تداعيات العدوان المتواصل على غزة رغم التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة بمشاركة عدة دول للتصدي لهذه الهجمات التي تستهدف السفن الداعمة لإسرائيل وفي إطار عملياته لإضعاف قدرات قوات الحوثي أعلن الجيش الأمريكي تدمير زورقي دورية وقارب مسير وطائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي فوق البحر الأحمر وذلك عقب إعلان الأخيرة استهداف السفن فيربينا في بحر العرب وسيجرديان وأسينا في البحر الأحمر هذا بالتزامن مع تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت ساروخين باليستيين مضدين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرتها في اليمن إلى البحر الأحمر دون أن يسفر عن أضرار أو إصابات مع التأكيد أيضا على أن الهجوم على السفنة فيربينا أصفر عن اندلاع حريق بها وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح خطيرة القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة قوات الحوثي وتقويد قدراتها العسكرية ومنذ نوفمبر الماضي تشن قوات الحوثي هجمات تستهدف سفنا قبال السواحل اليمن تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهو الأمر الذي يؤرق دول العالم على اختلافها بسبب تعطل حركة الملاحة الدولية ومن ثم تزبزب سلاسل الإمداد حس زعماء مجموعة السبع الجهات الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع في السودان الذي يتدور باستمرار مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين ووفقا لمساودة بيان القمة دعا زعماء مجموعة السبع جميع الجهات الفاعلة السودانية على الانخراط في حوار وطني يشمل المجتمع المدني السوداني برمته ويهدف إلى إعادة بناء المؤسسات المدنية والمفوضة لتحقيق تطلعات الديمقراطية للشعب السوداني قال الرئيس روسيف العظيمير بوتين أن الخطر على الدول الأوروبية لا يأتي من روسيا بل من الولايات المتحدة محذرا من احتمال انضلاق الأوضاع نحو الفوضى وخلال كلمة له أضاف بوتين أن الغرب يحاول التواصل لأساس قانوني لتجميد الأصول الروسية وأن هذه المحاولات لن تبقى دون عواقب كما أشار إلى أن النموذج الغربي للأمن العالمي غير فعال وأن موسكو مهتم بإنشاء نظام أمني عبر الحوار بما في ذلك داخل أروقة الأمم المتحدة نحن ندعم مبادرة دولة بلروس لرسم خارطة الطريق ومثاق التعددية والتنوع في القرن الواحد والعشرين الذي ينص على أطور للمنظومة الأمنية على أساس من المرجعية القانونية وإنما طبيعة التعددية والتنوع كمنظومة جديدة في العلاقات الدولية مبعد على عالم أحدية القطبية ومن البالغ الأهمية دراسة هذه الخطة وهذه الوثيقة مع دول صديقة لنا ومعانية وعند منقشة كل هذه القضايا الصعبة من الضروري أن تكون مشاركة واسعة من اللاعبين والدول قالت ناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا من أهمية التفاق الأمني أمريكي أوكراني أعلن عنه أثناء ناقضي قمة مجموعة السبب وقالت زخاروفا أن مثل هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورقة ولا علاقة لها بالواقع وليس لها قوة القانون بحسب متحدثة الخارجية الروسية كان الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلادمير زلانسكي قد وقع اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته عشر سنوات يستهدف تعزيز دفاعات أوكرانيا أمام روسيا وسيمثل الاتفاق إطار عمل لجهود أمريكية طويلة الأمد للمساعدة في تطوير القوات المسالحة الأوكرانية المتأخرة من حيث العتد وخطوة نحو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في نهاية المطاف ووفقا لنص الاتفاقية قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تهدف لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والرد التي يمكن الاعتماد عليها في الأمد الطويل في مؤتمر صحفي مع نظيري الأمريكي جو بايدن أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي أن الرئيس الصيني الشيجينبينغ تعهد له بعدم بيع أسلحة إلى روسيا وفي هذا الإطار أوضح هازلانسكي أن كياب والصين لديهما نفس الرأي حول السلام ويمكن إجراء حوار بينهما توصلت مجموعة السبع الاتفاق لنستخدام أصول موسكو المجمدة لمساعدة كياب وفردت الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا رحب المستشار الألمني أولوف شولتز بما اعتبره اتفاقا تاريخيا تم التوصل إليه في شأن استخدام الدول الغربية للأصول الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا شولتز قال إن هذا الاتفاق يشكل قاعدة لتتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاج إليه في مستقبل قريب على صعيد الأسلحة وأيضا على صعيد الاستثمارات في إعادة الإعمار مضيفا أنه إشارة واضحة إلى الرئيس الروسي تؤكد تضامن الغربيين مع كياب رئيسة الوزراء الإيطالية جوجا ميلوني من جهتها أكدت أن قادة مجموعة السبع توصل إلى اتفاق في شأن استخدام أصول روسية مجمدة بقيمة 50 مليار دولار بحلول نهاية العام لمساعدة أوكرانيا كان ثمانية من وزراء خارجية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بعثوا برسالة إلى جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يطالبون فيها بمنع تحركات الدبلوماسيين الروس بحرية في دول التكتل والسماح لهم بالتنقل داخل حدود الدول المعتمدين فيها فقط كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا في مواصلة المجهود الحربي بأوكرانيا في المقابل دع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف إلى الرد على العقوبات الغربية بمبدأ العين بالعين وتحويل حياة الغرب إلى كابوس كامل كما مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات انتقامية اتخذتها موسكو للرد على سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي حتى نهاية عام 2024 ومنعت الحكومة الروسية مصدرين نفط المحليين والهيئات الجمركية من الالتزام بالحدود القصوى لأسعار النفط التي فرضها الغرب على الخام الروسي أعلنت روسيا أسقاط 87 مسيرة أوكرانية استهدف 70 منها منطقة روستوف والتي تضم مقر عمليات موسكو العسكرية ضد كييف في المقابل قال الجيش الأوكراني أنه تمكن من إسقاط 17 طائرة مصيرة و7 صواريخ من أصلي 14 أطلقتها روسيا في هجوم على أوكرانية تعهدت رئيسة حزب الجبهة الوطنية بفرنسا مارينو باع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال فوز حزبها اليميني في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة وأكدت زعيمة اليمين الفرنسية أن حزبها قادر على الفوز في تلك الانتخابات كان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قد حل الجمعية الوطنية الفرنسية ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة تجري دورتها الأولى في 30 من يونيو الجاري حذر مسؤولان من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحتملة والوشيكة لكوريا الشمالية قد توطد العلاقات العسكرية أو توطد العلاقات العسكرية تبين البلدين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة واتفق كيم عون جي كيون نائب وزير الخارجية الكورية الجنوبية في تصال هاتفي طارئ مع كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي اتفق على مواصلة التعاون الوثيق للرد على السفزازات كوريا الشمالية وتعهد المسؤول الأمريكي بتنصيق من أجل التصدي لزعزعة الاستقرار المحتملة في المنطقة ومواجهة التحديات الناجمة عن زيارة الرئيس الروسية أكدت وزارة الدفاع التايوانية رصد ثماني طائرات عسكرية صينية بالإضافة إلى ثماني سفن تابعة للبحرية الصينية قرب تايوان وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن ثلاثا من تلك الطائرات الصينية دخلت نطاق الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان مشيرة إلى أن القوات المسلحة التايوانية تراقب الموقف وأنها تتصرف حسب ما يتطلب الأمر بالطريقة المناسبة من جانبها أشارت صحيفة تايوان يوز إلى أن تايي رصدت خلال شهر يونيو الحالي أنشطة لطائرات عسكرية صينية قرب أراضيها بأكثر من مائة واثنتين وثلاثين مرة بينما رصدت أنشطة لسفن تابعة للبحرية الصينية وحرس السواحل بأكثر من مائة وتسع مرات أعلنت الأمم المتحدة أن إجمالية عدد المهجرين قصريا حول العالم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية أبريل الماضي مائتان وعشرين مليون شخص وأشرت المفاوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن هذا العدد يعتبر رقما قياسيا لا يزال يتزايد ويمثل إدانة فضيعة للعالم ليست مجرد أرقام قياسية صادمة فحسب بل نزيف لا يتوقف من البشر يتحرك في أي اتجاه صانعا مأساة من لحم ودم هاربا من الموت كلما اشتعلت الحرب في مكان ما على خريطة العالم ليصنع أزمة اللاجئين بحسب المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد النازحين قصرا وصل لرقم قياسي بلغ 117.3 مليون في عام 2023 وهو رقم لا يتوقف عن التضخم يوما بعد يوم تقديرات المفاوضية تشير إلى أن النزوح القصري استمر في التزايد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 ومن المرجح أن يتجاوز عدد النازحين 120 مليون بنهاية أبريل الماضي وهي أرقام تشير إلى نقطتين اشتعال الأكثر التهابا في الشرق الأوسط غزة والسودان إلى جانب نقاط أخرى تقف على حافة صراعات جديدة إن لم يكن هناك تحول في الجغرافيا السياسية الدولية لسوء الحظ أرى أن هذا الرقم مستمر في الارتفاع ربما ليس بشكل ملحوظ إذا كنا محظوظين ولم تكن لدينا صراعات جديدة ولكن حتى عدم حل القضايا القديمة يعني أن أعداد اللاجئين تتزايد أيضا لذا ما زلت آمل أن يرى شخص ما أن هناك حاجة لذلك الضوء في نهاية النفط لكن في الوقت الحالي أظل حذرا للغاية في هذا الصدق الحرب في غزة تتصدر تلك الأرقام بامتياز مع تحرك النازحين من مكان لآخر على مدار شهور عديدة هاربين كالطريدة من قصف لا يتوقف ليلا أو نهارا بلا مناطق آمنة ولا رادعة دولي إن حدوث أزمة لاجئين جديدة خارج غزة ستكون كارسية على كافة المستويات خاصة وأنه ليس لدينا ضمان بأن هؤلاء الأشخاص سيتمكنون من العودة إلى غزة في يوم من الأيام وخاصة لأن اللاجئين الفلسطينيين كما تعلمون جيدا يمثلون إحدى المشاكل التي لم يتم حلها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولذلك فإننا نضيف بعدا أكثر تعقيدا للعملية السلمية التي لا تمضي كتما والتي هي بالفعل صعبة للغاية السودان أكثر صراعات إيلاما وأقلها اهتماما من جانب المجتمع الدولي أفرزت حركة فرار قوية نزح فيها أكثر من تسعة ملايين شخص داخليا وفر مليونان آخران إلى دول مجاورة بما في ذلك مصر والتشاد وجنوب السودان صانعين أزمات اقتصادية لا تقل دروة عن الحرب وعلى قائمة اللاجئين تأتي أيضا الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر والتي تجبر اللاجئين على الفرار إلى البحر ليس نجاة بحياتهم ولكن بالموت على طريقتهم أودت الأمطار الغزيرة في جنوب ووسط تشيلي بحياة شخص وألحقت أضرارا بمناءة المنازل وأعلنت للسلطات في تشيلي عن كارثة في خمس مناطق من البلاد إثره طول الأمطار كما أصدرت تهيئة الأرصاد التشيلية تحذيرا على أعلى مستوى يشمل حوالي 14 مليون من سكان البلاد والبالغ عددهم 20 مليون نسمة لقي نحو ستة أشخاص صحتفهم وتقطعت السبل بنحو 2000 سائح في ولاية سكيم بمنطقة جبال الهملاية بالهند وذلك بسبب انهيارات أرضية وفايدانات بعد هطول أمطار متوصلة ذكرت السلطات في الهند أن الأمطار الغزيرة استمرت لمدة 36 ساعة متوصلة مما ألحق أضرارا بمواقع عديدة على الطريق المؤدي إلى شمال سكيم وقطع الاتصال بالانتقاء أكدت الصين أنها تحتفظ بحق التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمهورية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرد رسوما إضافية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة وذلك اعتبارا من الرابع من شهر يوديو بعد أقل من شهر على إعلان واشنطن عزمها زيادة الجمارك على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين إلى 100% تأتي خطوة مماثلة من القارة العجوز بإعلان المفوضية الأوروبية اعتزامها فرض رسوم إضافية اعتبارا من الرابع من يوديو المقبل وتفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوم بنسبة 10% وتخطط بروكسال لزيادة هذه الرسوم بنسبة تتراوح بين 17% إلى 38.1% على بعض الطرز بكين من جانبها قالت إن الإعلان الأوروبية يمثل ممارسة حمائية ومن شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها بينما تتهم المفوضية الأوروبية بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات أمام تدفق السيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة من المنافسين الصينيين حيث تشير تقديرات أوروبية إلى أن الحصة الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 8% مقارنة بأقل من 1% في عام 2019 ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تصل إلى 15% في عام 2025 فضلاً عن أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنحو 20% من أسعار الطرز المصنوعة في الاتحاد الأوروبي وإذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم الإضافية فسيتعين عليها أن يجري عمالية موازنة محفوفة بالمخاطر بين الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والرغبة في تجنب حرب تجارية مع بكينة ويحرص صناع السياسة في أوروبا على تجنب تكرار ما حدث مع الألواح الشمسية قبل عقد عندما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة للحد من الوردات الصينية لتنهار العديد من الشركات المصنعة الأوروبية وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرد جديدة بقيمة 800 مليون دولار للأرجنتين يأتي ذلك في متعهد رئيس الأرجنتين خافير ميلي بوقف للحضار الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى الصفر معلنا إطلاق برنامج لخفض الإنفاق العام والحد من التضخم الذي يزيد عن 275% اكتاز مشروع أصلاح الدولة الذي قدمه لرئيس الأرجنتيني خافير معيلي عقب رئيسية في مجلس الشيوخ والذي وافق بصورة عامة على النص معدلا يأتي تصويت المجلس على المشروع والذي يستهدف إصلاح الوضع الاقتصادي غداة أعمال شغب أصفرت عن إصابة حوالي عشرة أشخاص بجروح سياسات جديدة لعلاج الأزمة الاقتصادية الأصعب في البلاد يتبناها رئيس الأرجنتيني الجديد خافير معيلي مايلي الليبرالي قدم للكونجرس قانونا شاملا يلخص رؤيته للأصلاح في البلاد ويشمل تقليص دور الدولة في ظل حالة التعصر الاقتصادية وبلغ معدلات التضخم نحو 211% مشروع القانون الذي قدمه مايلي اكتاز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ وبعد إقراره بصورة عامة من المفترض أن يناقش أعضاء المجلس النص بالتفصيل وأن يصوتوا على بنوده الـ 238 بندا تلو الآخر وبعد إقرار هذه البنود من المفترض أن يصوت المجلس مجددا على النص بأكمله ليحال بعدها إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية وبينما كانت المناقشات تجرى داخل أروقة مجلس الشيوخ شهدت الساحة الخارجية للكونغوريس تظاهرات غاضبة تخللتها صدامات مع المحتجين والشرطة أوقعت سبعة جرحة اعتراضا على مشروع القانون في غضون ذلك جدد البنك المركزي الأرجنتيني اتفاقية مبادلة العملة مع السلطة النقضية الصينية وتم تمديد خطة المقايضة التي يبلغ قيمتها 5 مليار دولار حتى يوليو من عام 2026 ليؤكد تجديد هذا الاتفاق على التزام الإدارة الحالية للبنك المركزي بالتصادي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأرجنتين أصدرت وزارة التعاون الدولية تقرير الشركات الدولية لدفع تعاون جنوب بجنوب وتعاون السلسية 2021-2024 استردت تقريره استراتيجية التوصف تكرار تجارب التنمية الناجحة بين دول النامية والنشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية أبرز التقرير مبادرة حياة كريمة ومجمع بنبان للتاقة الشمسية ومنظومة معالجة مياه بحر البقر وبرنامج تكافل وكرامة كأمثلة للتجارب التنموية القابلة للتكرار في دول الجنوب كما أشار التقرير إلى أن التعاون الجنوب جنوب يعزز الوعي بالتحديات المشتركة للدول النامية ويحفز الحلول المبتكرة ويدعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات تستمر الدولة في جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام جهود تتعزز بفدرات الأعياد لا سيما عيد الأطحى المبارك وذلك بهدف توفير اللحوم الطازجة بأسعار مناسبة وجودة عالية تستمر المجمعات الاستهلاكية المختلفة في توفير السلع الأساسية للمواطنين طوال العام ومن أهم ما توفره المجمعات هي اللحوم الطازجة ويهل علينا عيد الأطحى هذا العام باستعدادات مكثفة من المجمعات الاستهلاكية لاستقبال المواطنين اللحوم توفرها يوميا بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة عن باية المنافس وعن باية المنافس عندنا اليوميا إحنا بندخ في كل موقع على مستوى الجمهورية أكثر من 2 تن للفرق الواحد طبعا مش كمياته بس لا ده جاو ده السلع الأساسية طبعا تتوفر في المجمعات بشكل ثابت وكامل بشكل يومي من السلع الأساسية زي الزيت زي السكر زي الرز زي المكارونات زي الجبن زي الألبان بالإضافة على كده زي طبعا صرف السلع أو المقرارات التموينية بشكل يومي على مدار الشهر واخد بالحالك من فرق عيش أو التموين ومن أهم عزيم المميزات طبعا في العيد أو الأعياد بشكل كامل اللحوم متواجدة بشكل يوم وبس في العيد بتم زي ما حالك شايف كميات كبيرة من اللحوم الطازجة وتوفر المجمعات الاستهلاكية مئات من أطنان اللحوم السودانية يوميا بالإضافة للحوم الجيبوتي والمبردة والتي تأتي بأسعار أقل من السوق وجودة أعلى وبضمان أكبر اللحمة تنزل كل يوم لحمة سوداني طازجة بـ 7-8 أجول فيه ضغاني كمان بينزل بـ 360 بلدي فيه ضغاني سوداني فرش بينزل بـ 335 لحمة مفرومة بـ 285 كبيرة طازجة بـ 285 عامة أنا جربت اللحمة دي كذا مرة كويسة حقيقي يعني ومتاخدش سوا كتير اللي أنا جربتها مش عايفة لأخدها النهاردة تبقى كويسة ولا عشان حقا لأكون منصف يعني بره دلوقتي فيه أسعار بـ 260 فيه أسعار بـ 300 تمام؟ دكورة بيقولوا هنا بقى 285 والله اللحمة السودانية احنا عارفنا من زمان إن هي كويسة المرعة بتاع السودان حلوة وكانوا بيجبرنا اللحمة يعني بتبقى كويسة ويعني طعمها حلوة ويعد مجمع الجيزة الاستهلاكي من أهم المجمعات التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين حيث أن مواعيد عمله تبدأ من التاسع صباحا وحتى التاسع مساءا ويستمر حتى ثالث أيام عيد الأطحى المبارك كاريم بيبرز التلفزيون المصري شهدت مدينة السادات زراعة 12 ألف شجرة مسمرة ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر تم توزيعها على المدارس والجامعات والأندية بمدينة السادات يأتي ذلك بالإضافة إلى زراعة 24 ألف شجرة بالطرق والمحاول والمسطحات الخضراء على مساحات تقدر بحوالي واحد ونصف مليون متر بمدينة السادات كما شهدت مدينة ضميات الجديدة زراعة أكثر من مليون متر مربع مناطق خضراء أما في مدينة حضائق أكتوبر فقد تم زراعة 63 ألف وسبعمائة وثمان وسبعين شجرة شهدت محافظة بني سويف زراعة 100% من المستهدف من الأشجار هذا العام يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة والتي تستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض نسبة الاحتباس الحراري استلمت محافظة بني سويف حوالي مرحلة الأولى مئة وسبعين ألف شجرة وحققت مستهدف لها مئتين أربعة وثلاثين اللي كان مستهدف لنا أربعة وخمسين ألف شجرة لكن الحمد لله إدلنا أن حققت مستهدف وكان من أهم معايير التميز والأداء للحكومة وحصل عليه محافظة بني سويف على جائزة دولة في التميز الحكومة المحالة الثانية كانت 105 ألف شجرة استلمتهم محافظة بني سويف وتم زرعاتهم بالفعل بالنسبة 100% الشجر دي عبارة عن نوعين شجر مسمر وشجر غير مسمر الشجر مسمر بنحطه في أماكن مغلقة بنرايع معايير السدامة داخل المحافظة كان الأول حاجة أن نحن نوفر مصدر رأي دائم بنزرع على أماكن الأشجار المسكولة داخل أماكن مغلقة خوفة من التعديات عليها الثاني حاجة أن نزود النمو الأخضر داخل المحافظة لمقاومة الاحتباس الحراري في الفترات القادمة شهدت محافظة أسوان زراعة أشجار الظل والمسمرة بواقع 78 ألف شجرة دون فقد يأتي ذلك في إطار المضي قدما وبمعدلات إنجاز سريع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة هذا وقد تم زراعة الكميات المخصصة بكل مركز ومدينة بالكامل من أجل خلق بيئة صحية نظيفة وأمنة للموض في ضوء توجهات فخامة الرئيس أفتاح السيسي ومبادرة 100 مليون شجرة محافظة أسوان كان لها الكم الأكبر من ألاف الأشجار وأنواع مختلفة لا تستهلك مياه كثيرة تستحمل ارتفاع درجات الحرارة خيمية في نموها عشان أخذ أكبر مساحة في الضل عشان حضرات تعلم درجة حرارة أسوان مرتفعة غير باقي المحافظات فكان محافظة أسوان لها النصيب الأكبر من ألاف الأشجار نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخذ حجاج وبيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منه لبدء مناسك الحج وقضاء يوم التروية ارتفاع أعداد الشهداء من الأطفال في غزة بسبب المجاعة إلى أربعين طفلاً وأليات الاحتلالة تجدد توغلها في وسط مدينة رفح الفلسطينية تصاعد حدة المواجهات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ومخاوف دولية من تداعيات فتح جبهة جديدة للتصعيد بالمنطقة مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكراً إلى اللقاء اشتركوا في القناة